تحركات مكثفة للميليشيات الإيرانية ضمن مناطق نفوذها في سوريا فبعد تعرضها لعدة استهدافات من قبل إسرائيل تتجه هذه الميليشيات إلى ترسيخ أقدامها في ريف دير الزور الشرقي عبر تعزيزات عسكرية تتضمن نقل أسلحة وذخائر وصواريخ متوسطة المدى تم تصنيعها في إيران إلى مواقع في بادية الرقة المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الميليشيات الإيرانية استقدمت شاحنات إلى منطقة آثار الشبل ببادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي وجرى تحميلها بالأسلحة والذخائر من مخازن السلاح الموجودة في تلك المنطقة ثم توجهت الشاحنات بحراسة الميليشيا إلى نقاط تمركزها في معدان ضمن بادية الرقة وبحسب المرصد فقد شهد الشهر الحالي وصول دفعتين جديدتين من التعزيزات العسكرية إلى قاعدة تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية حبوبا بين الخفسة ومسكنة شرق حلب والتي جرى إنشاؤها مؤخرا وتقع قبالة مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى من نهر الفرات وفيما تركز المحاولات الإيرانية لتهريب الأسلحة في المنطقة على نظم دفاعات جوية تستهدف التصدي للغارات الإسرائيلية يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن مسار جديد للصراع الإيراني الإسرائيلي داخل سوريا مشيرا إلى أن تل أبيب بدأت مؤخرا باستهداف ميليشيات إيران في سوريا عبر هجمات استثنائية سواء من ناحية التوقيت أو طريقة التنفيذ بعد أن اتجهت إيران إلى تغيير طرق تهريب السلاح وطبيعة انتشار ميليشياتها في سوريا فضلا عن أنواع الأسلحة التي تقوم بتهريبها نور الحصني العربية